موسيقى نسأل خير من دون ريب إنما تعرضت له أثار سوريا لم تتعرض له أي تراثات إنسانية عبر التاريخ ففي هذه الحرب الهمجية تعاون القتل والإرهابيون واللصوص على تدمير الإرث الحضاري الإنساني وسرقته وكان ما صورناه في أجراس المشرق سابقا من تدمير في عين دارة بقصف تركي بعض منه وكذلك ما رأيناه في تدمر سوريا بدأت تنتصر والانتصار الناجز هو في استعادة ما سرق وترمين ما دمر وفي الكشف عن الكنوز الباقية الدكتور كاي كولماير يعرف سوريا جيدا ويحبها ويشارك في إعادة افتتاح متحف دمشق الوطني وهو عالم آثار متخصص في الشرق القديم وتحديدا في عصر الحديد يعني ما بين 1230 قبل الميلاد هو أيضا متخصص بالآثار والفنون السورية والأناظولية وعمل مساعدا لأميني متحف الآثار السورية في ألمانيا أرض بعل وأدار أعمال تنقيب في قلعة حلب درس علم الآثار الميداني بجامعة برلين وهو حرر الأعمال النهائية لأعمال التنقيب في حبوبة كبيرة مملكة تطول تل البيعة سنحاوره في كل هذا لكن بعد تقرير عن قلعة حلب قبل سنتين ونيف كانت قلعة حلب محاصرة من جهتها الأربع وصامدة حيث اضطر فريق أجرس المشرق أن يدخلها عبر الأنفاق وكان صمودها رمزا لصمود حلب وانتصارها بعد وقت قصير من دخولنا إليها حمام يتنشق الحرية من قلعة حلب كانت له قلعة حلب معسكرا لجنود الإسكندر المقدوني ثم باتت مركزا مبنيا لسالوكوس نيكاتور وأضيفت إليه مباني في العصرين الروماني والبيزنطي ودخلها العرب المسلمون سنة 636 وصارت مركزا للدولة الحمدانية في نهاية القرن العاشر حيث بنوا السورة والتحصينات ثم إشرس لاجقة بعض الإصلاحات فيها ورمم نور الدين الزنكي السورة المهدم وسيطر عليها صلاح الدين الأيوبي عام 1283 وعين ابنه الظاهر غازي واليا عليها فاكتملت جميع منشآتها وتحصيناتها ثم لحقت بها أضرار جراء اجتياح هولاكو والمغول عام 1260 ورممت في نهاية العهد المملكي وبعدها غابت في العزلة حتى منتصف القرن العشرين تعد قلعة حلب من أكبر القلاع في العالم حيث نجد مدينة تضم المباني وبقايا الكنيسة والمسجد والغاعات والمخازن والساحات والمسرح والحوانيط والآثار القديمة ومزار مار جرجس الخضر يتكون مدخلها من بناء ضخم مؤلف من أبواب ودهريز وقاعات للدفاع والدخيرة وفي أعلاه قاعة العرش التي زينت واجهتها بزخارفة حشرية وهناك أيضا مبان وغرف وقاعات وممرات وسراديب وفي الأبراج نوافذ كبيرة وصغيرة تطل على حلب القديمة الشهيرة بأسواقها المسقوفة وحاراتها وكنائسها ومساجدها وبواباتها وبيوتها الأثرية التي طالها الدمار والحريق بشكل كبير على يد الإرهاب صمدت قلعة حلب بهمة ودماء الأبطال الذين استقبلوا أجرس المشرق فيها رغم الحصار والخصف صمدت أربع سنوات وانتصرت مع المدينة الأقدم في العالم أهلا بكم في أجرس المشرق دكتور كولماير أهلا بك ضيفا عزيزا سيدي ما هي سمات العصر الحديدي في سوريا أين هي المواقع الأثرية التي تعود إلى ذلك العصر طبعا جذور العصر الحديدي أو العصر البرونزي المتأخر هي قبل ذلك لأنه لأنه طبعا في سوريا هناك ثقافة تعود تقريبا إلى العصر البرونزي المبكر فهو نوع من الثقافة والعراقة والتراث الذي تأثر بعدة عوامل وسوريا وسوريا طبعا تتميز بأنها بين عدة دول سياسية قوية ربما بين مصر وسوريا والأناضول فهي في مركز عدة مدن سياسية قوية وهناك أيضا تطور في سوريا فريد من نوعه لأن هناك الكثير من الناس والشعوب جاءوا إلى سوريا واندمجت ثقافاتهم وكان هناك أيضا شعوب قبلية من الجنوب الشرقي جاءت إلى سوريا مثلا من الأراميين والعمريين وأيضا كان هناك غزو من الشمال كل هذا يعطينا مزيجا من الثقافات مع الكثير من الملامح والعناصر أيضا وهذا ما يميز سوريا فعلا أنت لديك عدة ثقافات تتعايش وتندمج فيما بينها وتتقبل أحدها الأخرى وهذا استمر من عصور التاريخ القديمة حتى اليوم إذن هناك جذور لما هي عليه سوريا اليوم هناك جذور عميقة في التاريخ طبعا تغيرت عبر العصور الجذور قديمة جدا وكانت هناك دائما آليات متشابهة لما حدث من التغيرات وتضفق الشعوب المختلفة والقبائل على سوريا واندماجها فيما بينها هي ثقافة متنوعة منفتحة على كثير من التأثيرات الأجنبية فهذا أيضا ما يميز العصر الحديدي سنتكلم عن الأراميين والحثيين لنبدأ بالأراميين مع أنهم يعني بعض الحثيين أنت بحثت في المواقع الأرامية في سوريا أولا ما هي هذه المواقع ما علاقة الدول الأرامية الدول المدن الأرامية بالمحيط الأراميون كما تعرف جاءوا إلى سوريا في نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد وكانوا مجتمعا قبليا وهذا طبعا مهم جاءوا إلى المدن رغم هذا وسيطروا على السلطة والقوة هناك استقروا واستوطنوا هناك وبدأوا النشاط الزراعي عندها ولكن حافظوا على عقلية المجتمع القبلي وهذا طبعا يحدث دائما هذه العادة وهذا النموذج لكنهم طوروا ثقافتهم الخاصة ولكنهم تأثروا طبعا بالثقافة والتراث الحثي من الحثيين وعاشوا مع الحثيين أي عاشوا حتى مع الدول الحثية اللوفيون اللوفيون الذين كان لديهم مجموعات كبيرة من السكان خلال الإمبراطورية الحثية أسسوا أيضا مدنا وحتى الأراميون أسسوا أيضا مدنا هذا مهم جدا بالنسبة إلينا وهو أن نلاحظ هذا لأن الحاكم اللوفي الحثية في المدينة خلفه آرامي وغيروا أسماءهم عاش بعضهم مع بعض كان هناك تعايش لثقافات معينة كالثقافة الأرامية والناطقون بها ساميون يتحدثون اللغة السامية الغربية واللوفيون الذين يتحدثون لغات الهند أوروبية وعاشوا بعضهم مع بعض طبعا كان هناك أحيانا بعض المشاكل أو التوترات فيما بينهم لكن استمروا في العيش بعضهم مع بعض عبر التاريخ وهذا فعلا مهم أن نلاحظه وأيضا بالنسبة إلى الآلهة التي كان يعبدها الأراميون أيضا كان يعبد اللوفيون الحثيون في هذا الجزء فمثلا بالنسبة إلى الإله تاخونتا كان يعبد من الأراميين وأيضا من الحثيين إذن هذا نموذج سوريا هذه سوريا ربما الأجانب الذين هم ليسوا سوريين لا يعرفون لا يفهمون سوريا لا يفهمون هذه الثقافة المتنوعة حتى اليوم لكن هذا ما يميز سوريا فعلا سوريا يلاحظ دكتور كولماير أن الأراميين بنوا مملكة مدينة ولنأخذ من شمال سوريا وصولا إلى دمشق لماذا برأيك لم تتحد المدن الأرامية مع أنهم من جزر واحد كما قلت من قبيلة واحدة أو إلى مرملك ولكن لا وحدة بينهم لماذا إذا كان لدي جواب لسؤالك كنت سأكون مشهورا جدا لأنه سؤال دائما نسأله ونناقشه سؤال لا ينطبق فقط على عصر الأراميين بل أيضا قبل هذا كانت إبلا كما تعرف مملكة كبيرة طبعا ولكن كان هناك ممالك أخرى كمملكة ماري في شمال الجزيرة وفي بداية الألفية الأولى قبل الميلاد كانت هناك أيضا إمبراطورية أخرى لكن لوقت قصير في حلب لكونها عاصمة هذه الممالك لكنها لم تتوحد كانت دائما مستقلة منفصيلة وفي عصر الأراميين كانت هناك دول ثانوية مستقلة بعاصمة لكل واحدة منها كل واحدة لديها أراض للمملكة ولديها نشاط زراعي ومكتفية ذاتيا زراعيا وتجني الكثير من الثروة من التجارة أيضا كانوا دائما تجارا بالمناسبة وهذا ما يميز سوريا التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وحضارة بلاد الرافدين والأنادول ومصر مع البحر المتوسط أيضا وإذا عدنا إلى نهاية الألفية الثانية كان هناك تواصل بين مدن الدول مثل رئيس شامرا مع مارسينا مثلا وأيضا مع الحضارة الإغريقية مع مصر ومع الأنادول أيضا لأنه في نقطة معينة رئيس شامرا تنتمي أيضا إلى الإمبراطورية الحثية إذن كان هناك شبكة تجارية من تبادل البضائع بضائع الرفاهية طبعا وأيضا المعادن وهذا استمر تقريبا خلال الفترة الآرامية وكما تعرف كان هناك دول مدن ولذلك كان من السهل على الآشوريين أن يغزوا هذه الدول المدن لأنها لم تكن إمبراطورية كبيرة موحدة والتي كان من الممكن أن تدافع عن نفسها لذلك المدن الثانوية هذه لم تستطع دفاع عن نفسها وستطاة وستطعت المملكة الآشورية أن تغزو هذه الدول وعادت عدة مرات وفي النهاية طبعا اندمج الآشوريون بهذه الدول الثانوية التي كانت موجودة في القرن الثامن نعم ولكن دكتور كولمايار كل هذا الاختلاف بين دول المدن نجد أن اللغة الأرامية انتشرت بشكل كبير وصلت إلى الهند وصلت إلى الصين فارس تكلمت بها أو كتبت بها أو مارست الاقتصاد بها ما معنى هذا برأيك هذا طبعا مهم جدا لأنها كانت لغة واحدة وهي اللغة الأرامية وكانت مهمة جدا خاصة في المرحلة اللاحقة في نهاية الألفية الأولى لأنه طبعا اللغة الأرامية كانت مفهومة من قبل الجميع في إيران حتى في الشرق الأقصى لذلك جاءت أهمية اللغة الأرامية لتطوير المخطوطات أيضا في جنوب آسيا على سبيل المثال كان هناك تواصل مباشر خلال الفترة الهلنستية وخلال نهاية الفترة الهلنستية كانت اللغة الأرامية اللغة الرسمية لغة الإدارة والحكم ومن كان في الإدارة والحكم كان عليه أن يتحدث اللغة الأرامية أنت تعرف أنه في العصر الحديث في سوريا كان دائما هناك كتاب ومخطوطات أساسية كانت هناك الألواح المسمارية أو الرقيمات المسمارية وكان الآخر عليه أن يكتب باللغة الأرامية بالقلم وليس بالنقوش إذا جئنا إلى الحسيين الحسيون أتوا من الهضبة الأناضولية إلى سوريا ما هي صفات حضارتهم ومملكهم من المتور مملكة الحسيين كانت مركزية بعاصمة واحدة في الشمال الشرقي ما نسميه أنقر اليوم وكان لدى الحسيين قوة عسكرية كبيرة وكانوا مهتمين بسوريا وكانوا يريدون أن يسيطروا على طرق التجارة لأن سوريا كانت مهمة جدا لتجارة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب لذلك سيطر الحسيون على شمال سوريا وأسسوا أيضا الإمبراطورية الحسية ووضعوا جلجامش إمبراطورا أما الإبن الثاني للإمبراطور فكان في شرق حلب لأنهم عرفوا أنهم عندما يكون هناك قوة نوعا ما دينية يستطيعون السيطرة على المعابد كان هناك معبر في حلب عندما تسيطر على الدين تسيطر على الناس وهذا مبدأ بسيط معروف في تاريخ البشرية لذلك هم سيطروا على الدين في شمال سوريا لكن كانوا أذكياء جدا فمثلا بالنسبة إلى أوغاريت كانت تنتمي إلى الإمبراطورية الحسية كان هناك مملكة أوغاريت كان هناك ملك ولكن كانوا تابعين للإمبراطورية الحسية كان عليه أن يرجع دائما إلى الإمبراطورية الحسية لكن كان لديهم استقلالهم بعض الشيء وفي الوقت نفسه كانوا تابعين لكن هذا مهم للتجارة لذلك أعطوا استقلالية لدولة أوغاريت لكن في الوقت نفسه كانوا مسيطرين وكان هناك تجار حثيون طبعا في مملكة أوغاريت وكانوا يقومون بالتبادل التجاري بشكل مباشر منها إلى الأنادول وكان هناك نظام معقد فعلا ولكن فعال أي كان هناك نظام اقتصادي فعال جدا ما علاقة الحثيين بأقوام الأقوام الأخرى أو بأديان سابقة أيضا الحثيون كانوا أنفسهم مهاجرين إلى الأنادول جاءوا وهذا لنكون صريحين لا نعرف حتى الآن تماما أين من شاءهم لكن هم جاءوا إلى الأنادول من الشمال أو ربما من الشرق وجاءوا إلى الأنادول تقريبا عام 2000 قبل الميلاد ووجدوا هناك عدة مدن موجودة قائمة في الأنادول فسيطروا أخذوا السلطة طبعا وكما قلت لك تركوا هذه السلطة في الدول المدن الموجودة وجمعوا عندها كل الذهب الموجود في المدن ووضعوه في العاصمة لذلك سيطروا فعلا على الإمبراطورية بشكل جيد وأيضا سيطروا على المدن واستطاعوا ربما أن يجعلوا الإمبراطورية متماسكة بهذا الأمر فلم يكن هذا غزوا عسكريا فقط بل كان أيضا غزوا ثقافيا وغزوا فكريا وفي الوقت نفسه غزوا للمجتمع سنتهب إلى فاصل أعزائي فاصل ثم نعود لمتابعة الحوار مع الدكتور كاي كولماير انتظرونا والحوار من قاعد دور أوروبوس في متحف دمشق المفتتح حديثا تحية لكم تقرير عن عيندارة كنا قد عرضناه سابقا وهو التقرير الوحيد عن المدينة بعد أن قصفت بعد التقرير نتابع الحوار مع الدكتور كاي كولماير قبل أيام من احتلال الأتراك منطقة عفرين قصد أجراس المشرق موقع عيندارة قرب المدينة وعلى الطريق بينها وبين باسوطة لمعينة آثار قصف الطائرات التركية أهم وآخر معبد آرامي حثي في العالم حيث عيننا بقايا الصواريخ التي كانت وما تزال في الحفر داخل الموقع يتألف معبد عيندارة من المدينة العليا الأكروبول التي بنيت قبل وخلال العصر الآرامي ويبلغ طوله مائة وخمسة وعشرين مترا وعرضه ستين مترا ومن المدينة السفلة وهي آرامية طولها مائتان وسبعون مترا وعرضها مائة وسبعون مترا حيث يحيط بالمعبد سور مرتفع تتخلله هدة بوابات اكتشفه أحد الرعاة حين عثر على تمثال لأسد من البازلت عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين وتم التنقيب في الموقع بشكل متقطع ليتوقف عام الف وتسعمائة وستة وثمان كان المعبد مخصصا لعبادة عشتار وحدد وهدمه أحرقه الملك الآشوري طغلات بلاصر الثالث وما يزال الأسد الضخم شاهدا على العصور وهو الوحيد الذي تحدى القصف أما المصطبة ومنحوتاتها البازلتية ومقدمات الأسود التي تشكل جدران واجهته الرئيسية وواجهة المصلح والقاعة الأمامية وأجزاء من الرواق فقد تضررت كثيرا وتشوهت المشاهد البشرية والحيوانية والنباتية والأسود المجرحة نقل الأكراد تمثيل رومانية ومنحوتة الإله نبو من كفرنبو إلى عيندارة حيث أخذها الأتراك ويجب أن توضع على لائحة التراث العالمي أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق من دمشق دكتور كولماير أعود إلى عيندارة وهي موقع أنت تعرفه جيدا هو موقع حثي وأرامي ما هي صفات معبد عيندارة وما هي أهميته في التراث الإنساني طبعاً تكمن أهمية هذا المعبد أو هذا الموقع في أنه هو المثال القائم الوحيد الموجود عن الإمبراطورية الحثية واللوفية في شمال سوريا التي تم الحفاظ عليه بشكل جيد فهذا المعبد القائم الموجود هو في وسط تل أهريك وتستطيع أن تدخل إلى هذا المعبد وهو فعلاً مزخرف بشكل رائع جداً حول المعبد وحتى في داخل المعبد وهناك فعلاً بعض الدرجات التي تقود إلى المعبد وربما إلى المدفن بحجارة رائعة والمعبد والمعبد بني بعمارة سورية قديمة جداً وبغرفة أساسية حجرة أساسية وبوابة للدخول وفي الداخل هو مزخرف ومزين بالزخارف المتميزة خلال الإمبراطورية الحثية أي منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد وهذه الزخارف الجميلة في هذا المعبد دمرت للأسف كما حصل في حلب دمرت في نهاية الإمبراطورية الحثية وأعيد بنائه من قبل حاكم محلية ربما الكلمة ليست محلية لكن هو حاكم في ذلك الوقت وستطاع إعادة بناء هذا المعبد باستخدام النحط طبعاً وبحسب التطور الذي حدث في العمارة في حلب طبعاً في حلب هناك نقوش وفي النقوش هناك اسم هذا الحاكم ربما تايتا وكان حاكم فلسطين وهو الاسم الذي تطور طبعاً إلى فلسطين لاحقاً هو الاسم ذاته طبعاً من الواضح أن هذا الحاكم استطاع ترميم معبد عيندارة ثم لاحقاً كان هناك تحديث ترميم مشدداً لذلك كان هناك الكثير من الزخارف والنقوش والصناعة المعمرية الجميلة فهذا المعبد رائع جداً وبديع الصناعة المعمرية فيه رائعة جداً والزخارف رائعة جداً وفريدة من نوعها وكان هذا المعبد أحد الأمثلة الرائعة للإبداع الراقي فعلاً والذي وجد في سوريا خلال الإمبراطورية الحثية دكتور كولماير أنت عدت من زيارة قصيرة إلى حلب عين عالم الأثار بعين عالم الأثار ماذا شاهدت كيف قرأت الواقع من المستحيل أن أجد الكلمات لأعبر عما شاهدته هناك لأن الانطباع هذا الذي شاهدته عن مدينة مدمرة هو للأسف يملأ عقلي ولا أستطيع أن أصفه فعلاً هي مدينة مدمرة حتى أنني لم أرى أحد هناك في هذه الأثار المدمرة وشاهدت طبعاً بعض الجدران التي ما زالت واقفة لكن هناك جدران مدمرة للأسف في الأرض ولم يكن هناك أي حياة هناك في مركز عين دارا وحتى في السوق حتى في الأحياء القديمة للأسف حول القلعة لم أجد حياة وكما تعرف لمدة خمسة عشر عاماً وأكثر كنت دائماً أدور في هذه الأحياء والأماكن كان مشواري اليومي وقت ذاك في حلب أنا بقيت في حلب بشكل مستمر كل مرة لمدة شهرين أو ثلاثة وكان عملي في المتحف بشكل دائم وكنت دائماً أزور هذه الأحياء الآن هي ليست موجودة حتى أنني فقدت الاتجاه فقدت الإحساس والاتجاه حيال هذه الأماكن التي أعرفها جيداً للأسف لكن في الوقت نفسي شاهدت أيضاً بعض الإشارات أي عودة الحياة أيضاً من رائع بدأ في عام 2017 وهذا فعلاً عمل رائع بمستوى عال وأنا معجب بما يقومون به فعلاً لكن في الوقت نفسه بالنسبة إلي أشعر بحزن في قلبي وعقلي ولا أستطيع أن أصف ما شاهدت فعلاً أنا أيضاً أنا زرت هذه المدينة وهي كانت تحت القصف وبعد تحريرها سنتكلم عن أمرين أولاً قلعة حلب أنت نقبت في قلعة حلب هل عاينت الأضرار التي أصيبت بها القلعة وهل تحتاج إلى وقت طويل للترميم برأيك نستطيع أن نقول لحسن الحظ إن الأضرار محدودة فهناك جدران القلعة نصفها مدمر كما تعرف هناك منطقة الكافيتيريا وعند المدخل أيضاً المعبد بحد ذاته هناك لا يزال في وضع لبأس به لأنك تعرف أنه في داخل القلعة لم يكن هناك معارك الصراع أو المعارك حدثت خارج القلعة وتم وتم الهجوم على القلعة لكن في الواقع إن العمليات العسكرية كانت ربما من خارج القلعة وليس من داخل القلعة وإلا تخيل لو كانت المعارك داخل القلعة فهذا لحسن الحظ بالنسبة إلى المعبد ربما نحتاج إلى القيام بحماية طريقة لنحاول أن نستعيد الزخارفة والنقوشة والقطع التي ربما كسرت تعرف أن الشتاء قادم وسيكون الطقس باردا وستغطل الأمطار لذلك علينا أن ننقذ الموجودة من هذا لكن بشكل عام أعتقد أن الأمور لا بأس بها القطع موجودة في مكانها هناك بعض الأضرار التي قد يزيدها الطقس القادم سقفنا بعض الأماكن المكشوفة لكن طبعا انهار الصقف ربما في عام 2016 على ما أظن لأنه لم يدعم هذا الصقف فانهار فعلينا أن نعيد صقف المعبد مجددا وربما هذه الخطوة المقبلة لكن بشكل عام أستطيع القول أن المعبد ما زال في حالة لا بأس بها أجراس المشرق دخلت إلى القلعة عبر الأنفاق وكانت تقصف نحن نعرف هذا الوضع ولكن يبدو أنها كما قلت صامدة بالنسبة إلى متحف حلب كيف رأيت الوضع؟ بالنسبة إلى متحف حلب أنت شاهدته من دون نوافذاء وهو خال وكان هناك بعض الموظفين الذين كانوا يعملون في المتحف بقوا هناك وحموا المتحف تخيل في هذا الصراع مثلا والحرب دائرة في كل مكان بقوا هؤلاء في المتحف لحماية المكان حيث كانوا يعملون لكي يحفظوه للمستقبل هذا فعلا فعل مطلي مثين للأعجاب وفريد من نوعه هم يحمون تراثهم وأنا معجب بهم فعلا الآن هم يحتاجون إلى دعم لكي يعودوا إلى العمل مجددا يحتاجون إلى كل شيء من الورق والأقلام والحواسيب حتى إلى جمع البيانات حتى وبناء منظومة مجددة لتوثيق أيضا وهذا طريق طويل وهم يحتاجون إلى الكثير من التمويل فعلا ولكن هم لديهم حماسة كبيرة هؤلاء العاملون في هذا المتحف سيقومون بعملهم أنا واثق بأنهم سينجحون لأنهم متفائلون جدا ولديهم حماسة كبيرة لنتكلم قليلا عن الأماكن التي عملت فيها عن حبوبة كبيرة عن تل البيعة عن مملكة التطول ماذا فيها من تراث سوري إذا جاز التعبير ليست لدينا معلومات دقيقة بالنسبة إلى منطقة حيوية كبيرة تعرضت للطوفان ولذلك هي ربما ذهبت أو اندثرت فلا يوجد هناك قرى ربما دمرت لكن الموقع بحد ذاته أيضا دمر أما بالنسبة إلى تطول وتل البيعة فمن المعروف أن النهب حدث بشكل كبير وأن كثيرا من التنقيب غير الشرعي أيضا حدث هناك لكن نحن لدينا معلومات من الصور الفضائية عن هذه المواقع لدينا ربما تواصل محدود من الداخل لنعرف ماذا حدث هناك هذه خطوة مستقبلية علينا أن نقوم بها لاحقا عندما نتمكن من الذهاب إلى هناك لنقيم الأضرار ونعيد ترميم البنى التحتية وطبعا لندعم إعادة الأعمار هناك والترميم ولنحاول أن ندعم هذه المواقع ونبحث أيضا عن المنشآت الموجودة في الرقا أو قربها لأن كل هذه المواقع للأسف نهبت تقريبا كلها وبالنسبة إلى متحف الرقا كان هناك قطع أثرية معروضة نهبت أيضا فإذا نظرنا أيضا إلى صور الفضائية من داخل هذا المتحف استخدمت طبعا المناطق الداخلية في المتحف من قبل داعش للأسف ونهبت هذه القطع وطبعا لم يتمكن إلا من أخذ القطع حتى التي في الأرض دكتور كولماير كيف يمكن أن تتعاون جامعات العالم متاحف العالم وأنت تعلم أنه لا يوجد متحف في الكون إلا وهناك قسم سوري فيه وأنت كنت في متحف أرض بعل من أجل حماية واستعادة الأسار السورية هناك عدة طرق لدعم سوريا في هذا الوضع الحالي طبعا يجب إرسال الخبراء لإعادة الترميم مثلا لدعم السوريين في هذا الوقت الصعب فعلا وهناك أيضا إمكانية لدعم سوريا أيضا بالحديث الدائم عن أهمية سوريا في التراث العالمي وفي تطوير الحضارة الإنسانية طبعا لأن سوريا هي مركز الحضارة الإنسانية ومركز المجتمعات البشرية والثقافية الإنسانية فربما لا يعرفها الكثيرون في الخارج لا يعرفون أهمية سوريا في التراث العالمي وفي تطور الحضارة البشرية والمجتمعات البشرية نستطيع أن نقوم بهذا من خلال المعارض على سبيل المثال خارج سوريا لكن هذا دعم غير مباشر أعتقد لسوريا من المهم أن نقدم مساعدة مباشرة لهذا الوضع ليس فقط من ناحية التمويل أو بتقديم التمويل والمساعدة أيضا بل أيضا بتقديم المساعدة في العمل اليومي في المتاحث لكل من يعمل في استعادة التراث السوري ما رأيته فعلا في حلب على سبيل المثال رأيت شبابا فعلا لديهم حماسة كبيرة لكن يحتاجون إلى دعم يحتاجون إلى أفكار إلى شركاء أيضا لكي يعرفوا كيف يتقدمون في العمل أنت دكتور كولماير تعمل على حفظ الآثار بصور ثلاثية الأبعاد كيف يمكن استخدام هذا في سوريا وفي حفظ آثارها كيف يمكن تقديم المساعدة بهذا الشأن على حفظ هذه الآثار ولو بالصورة طبعا الوضع معقد بعض الشيء لأن الوقت ليس في صالحنا هناك ضغط في الوقت لنقوم بإعادة الأعمار لأن الناس عليهم العودة إلى منازلهم ومناطقهم وهناك حاجة كبيرة لإعادة الأعمار في بعض الأحيان كما تعرف لتأسيس حياتهم مجددا لذلك معظم الدمار الذي حصل جاء في المرحلة التي تلت الصراع مباشرة وهنا يجب أن نتحدث عن الأضرار التي جاءت بعد الصراع فهي فعلا كبيرة جدا فعلينا أن ندعم سوريا في هذا الوضع الصعب بتقديم طرق حديثة للتوثيق كتلك التي نستخدمها في أوروبا ولم نستخدمها أبدا بالمناسبة في سوريا لكنها موجودة وعلينا استخدامها في سوريا هذه طريقة لندعم التوثيق الأثرية وأيضا علينا أن نقدم المعلومات اللازمة والضرورية لصناع القرار لكي يستطيع أن يخططوا لبنى تحتية جديدة وأبنية جديدة في ضوء هذه المعلومات بحيث نقول لهم توقفوا قليلا علينا أن نحترم الآثار وبقايا الآثار علينا أن نرشدهم لكي لا يبنو مكان الآثار فعلينا أن نرشدهم وطبعا أن نعطيهم نتائج أبحاثنا والمعلومات المتوافرة لدينا لكي ندعم إعادة أعمار سوريا الحديثة وفي الوقت نفسه نحافظ على التراث الأثرية فهذا الوضع معقد وليس سهلا أبدا بدقيقة واحدة معي دقيقة واحدة من الوقت ماذا عنى لك إعادة افتتاح جزء من متحف دمشق الوطني أمام الناس وهنا جزء آخر يجب أن يعاد ترميمه وترتيبه هذا يعني بالنسبة إلي المستقبل المستقبل بالنسبة إلى هذا البلد هو إعادة الافتتاح السريع فعلا ولو لقسم منه لكن فعلا هناك قطع أثرية وأثار رائعة في هذا المتحف نشاهد منه هذه الرسوم مثلا رسوم لدورا أوروبوس ونجد أمثلة على هذا الإبداع وهذه المنحوتات من تدمر بالنسبة إلي هذه إشارة للأمل القادم لما سيأتي في المستقبل وهي أيضا إشارة فعلا للتراث الثقافي الذي له دور كبير في سوريا وأنا عندما كنت في حلب وطبعا نظرت إلى المدينة كانت مدينة أشباح بالنسبة إلى القلعة أيضا هذه القلعة هي في وسط مدينة الأشباح هذه هناك شاهدت الشبان يزولون القلعة كانت القلعة مزدحمة رغم كل هذا هذا رائع هذا المستقبل لي بالنسبة إلى سوريا ماذا يستطيع علماء الأثار أن يفعلوا؟ نحن دائما نبحث عن الأثار القديمة لكن في الوقت نفسه نقدم المستقبل لأن التراث أساسي وعلينا أن نبني عليه لأنه هوية سوريا شكرا جزيلا قدمت سوريا الآرامية إلى العالم لغدا وحضارة دامت 1400 سنة تكلم بلغتها السيد المسيح وحفظت في معلولة وقدمت مملكة مزدهرة ومعابد مثل معبد حدد في دمشق الذي أصبح معبدا لجوب بيتر ومن ثم كنيسة ليوحنى ومن ثم قسم منه الجامع المهوي شكرا للدكتور كايكول ماير على حضوره وعلى محبته العميقة للحضارة في سوريا شكرا على حضوره في أجراس المشرق وعلى إضاءاته شكرا للزملاء الذين أتوا معي ليقرعوا أجراس التاريخ من عاصمة الأرامين دمشق جهاد نخلي هشام الهاشم جمال حميء حيدر أحمد الضغين شكرا لكم أعزائي أيامكم خير شكرا للدكتور محمود حمود مدير عام الأثار والمتاحف الذي قدم لنا هو وموظفين متحف كل التسليلات متحف جديد نأمل بانطلاقا جديدا دائما ومن دمشق سلام عليكم و سلام لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة